اشتركوا في القناة فكيف لا يلتفت إليه الكبار قال يا أبتي عمري أنا مثلاً ثماني سنوات لكنني أراحب أن الموت أخذت في حينا أفضل الناس لماذا يموت الصالحون بصرح فاحتار الوالد كيف يجيب الابن إجابة مقنعة في سنه على حسب السن ففكر ملياً فقال وراء بيتنا هنالك جونينة أليس كذلك؟ قال نعم قال هذه الجونينة ما الذي فيها؟ قال أزهار وثمار قال إذا أردت أن تقطفها أي زهرة تقطف؟ قال أخطار أجمن الظهور وأقطفها قال كذلك لله المثل الآن إذا كنت أنت وأنت داخل جونينة تمشي بين ثمارها وبين أزهارها فالذي يلفت انتباهك هو الظهر الجميل التي يعبق ريحها من بعيد فأنت تختارها فكذلك المولى سبحانه يختار فيضة الخلق لجواره سبحانه عز وجل ويترك حثالة الناس بل من علامة الساعة أن يصطفي الله دائماً الأخيار ويوقع كما قال الحبيب حثالة الناس يتهارشون في الدنيا تهارش الحمول الأهلية ويركذون في الدنيا ركذة البرية في الولياء يتنافسون عنها كما تتنافس الذئاب عن جيفة يتقدمون إليها فلا يسألون أمن حلال أمن حرام فينسى الناس ربهم ولذلك فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وفي رواية حذيفة بن اليمن لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول الله الله وحينما يريد ربك أن يجمع ويطوي هذا الكون كما وعد ووعده حق يرسلوا ريحا طيبة فالمؤمنون رغم قلة إيمان في آخر الزمان لا يريد ربك أن يزعجهم فيرسلوا عليهم ريحا طيبة فالريح الطيبة تسري في الكون وتختار من في قلبه مثقال ضر من إيمان تمر تحت إبطه وبمجرد أن تلامسه تخرجه تلا يعذبهم الله فيبقى شرار الخلق فيخرج فيهم إبليس فيقول أنا ربكم فاسجدوني فيسجدون له ويأتي للسويقيتين إلى الكعبة حينما يرفع القرآن ويهدمها حاجرا حاجرا وآن ذاك يقيم الله الساعة لنقف جميعا في يوم لا رب فيه بين يد ربنا ليحاسبنا على الفرصة الوحيدة التي أعطاها لنا في الدنيا ابتلاء واختبارا ماذا صنعنا ماذا فعلنا إن الصحابة كانوا يفطنون لذلك في غزوة أحد حينما صار الصحابة يتفقدون الشهداء فوقفوا على مصعب ابن عمر شاب نذر حياته كلها للدعوة إلى الله للسرة الإسلام فلا خير في حياة لا يعيش فيها الإنسان للإسلام قتل وهو يحمل الراية فقطعت يده اليمنى وحملها باليسرة فقطعت يده اليسرة ولم يريد لهذه الراية أن تسقط فحملها بعض ديه فاقتل فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قوله تعالى من المؤمنين رجال صدق الشاهد أنهم حينما جاءوا ليكفنوه هو وحمزان لم يكن هنالك ثوب في الدنيا لتكفينه ثوب ثواح فقال الصحابة لرسوله أدركنا يا رسول الله مصعب إننا ثوب قصير إذا كفناه من الجهة العلوية بقيت ساقاه بلا كفة وإذا بدأنا بتكفينه من الجهة السفلة بقي صدره ورأسه عاريا قال عليه الصلاة والسلام كفنوه من الجهة العلوية ثم ضعوا الأذخرة على قدميه وساقين فلم يأخذ من الدنيا حتى الكفة كان عبد الرحمن أحد العشر المبشرين بالجنة وقد عاش بعدهم فصام جاءوا ولده بشيء يفتر عنه فانهامر يبكي قال يا أبتا يوم شديد الحر صمته بمشق وحينما جئناك بطعام لكي تفتر ومن السنة أن تفتر عاجلا بكيت وتركت هذا يرحم نفسي قال أتدري لماذا أبكي لأن خيار الناس يرحلون بسرعة أذكر أن مصعب ابن عميري قاتلنا معه في أحد فقتل وهو خير مني ولما أرادوا تكفينه لم يجدوا إلا خرقة لا تكفي تلفيف جسده بأكمله فأتمبلك فنبل أذخر يا بني يخشى أبوك أن يقال له يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أطال الله أعمارنا بعد هذا الجيل الرباني وإذا بالصحون تغدو عليك وتروح لا إله إذن فالفكرة الأولى أن الله تعالى سبحانه يأخذ الطيبين المباركين ويأخذ الآخرين لكن حينما يأخذ الطيبين الطاهرين يجعل الكثير الكثير من الغافلين يتوقفون لأن موت الجبابرة وموت الغفلة لا يؤثر كثيرا لكن حينما يموت العالم الداعية المرتبط قلبه بالله الذي جعل لحياته معنا تستشعر الناس باليتم لأنهم كانوا يرون فيه الأب الحنون فيفزعون إليه عند حاجاتهم وحاجات الدين أشد عند المسلمين من حاجات الأبدان ولذلك فإن المسلم الصادقة ينبغي أن يتهيأ لذلك قال لك ماتت ابنتي ليس من السنة تجديد الأحزان ليس من السنة تجديد الأحزان ولكن لماذا نجلس نحن هنا غمان لا لكي نجدد الأحزان لا ولكن لكي نعطي لهذا الوقت قيمة فالمسلم في الحياة قيمة وقته ليست بالطول عندكم الخبر ليست بالطول ستين عام سبعين عام لا تساوي شيئا لكن قيمة الوقت عند الله وعند المؤمن واسموية حينما تصير للوقت معنى وقيمة ومتى يكون للوقت قيمة ومعنى متى حين يرتبط الحال والزمان والمكان بالله فالحي سبحانه ما ارتبط به شيء إلا اكتسب الحياة من المصدر مصدر الحياة اقتطعنا وانتشلنا من واقع ربما كنا فيه غفلين فأراد أر يربطنا بالله ويذكرنا بالموت موت أحب الناس إلينا ويجمعنا فأعطى لهذا الوقت قيمة باش استدعانا استدعانا واذا دعاك أخوك فأجبه هذا دين عبادة ثم جمعنا ومن يسعى لجمع القلوب على الله والتذكرة هو ولي الله وهو مفتاح الخير مغلاق الشر إن لله مفاتيح خير مغاليق شر يجمع الله بهم القلوب على عكس الآخرين فهو يجمعنا ويجمعنا على من؟ على الذكرى والتذكر والموعظة معناه كان سببا في أن يخلق هذا الجو الذي تحضره الملائكة وتنزل فيه السكينة كذا وتبشان الرحمة ويذكرنا الله سبحانه عز وجل ويباهي الله بنا الملائكة في الملائكة الأعلى كل ذلك يقوم به الآخر إذن فهذا الوقت انتشلنا من وقت يمكن أن يكون من الأوقات العادية التي يعيشوا الإنسان أمام التلفاز أمام النت يترقب الأخبار نافعة وغير نافعة إلى وقت يجمع فيه ويجمع شكون المؤمنين المتحابين الذين اجتمعوا على أعظم ما يجتمع علي مخلوق وهو الدعوة إلى الله فهذا وقت له قيمة مضافة قيمة كبيرة انظر هؤلاء عاشوا سنين عدداً يوطدون أركاناً بدات الفرعوني تسعين عامية حملات يساوي شيئاً لكن لمجرد أن قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايا آمنا بربنا هذه آمنا بربنا أكسبت هذه اللحظة أكسبت هذا الوقت قيمة لا يدرك قيمتها وكنها العقل البشري فقال اقضي ما أن تقاض إنما تقضي هذه المقتد واسم يا الحياة الدنيا يعني أن هناك حياة دنيا وهناك حياة حياة طيبة يأمرنا الله تعالى أن نرتقي إلى الحياة الطيبة استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم هناك هذه الحياة التي يسعى إليها المؤمنون حياة الأرواح وليست حياة الأشباع حياة الأرواح بالإيمان حياة الأرواح بالعمل الصالح حياة الأرواح بالتعاون على الخير حياة الأرواح بالدعوة إلى الله تعالى هكذا تكتسبوا إذن هذه الهنيها قيمتها عند الله فيدخلون الجنة خاليين في أعلى درجات الجنة مش حال عاشوا مؤمنين في نفس اليوم قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام يجوب في ساحة المعركة في أحد فيجد رجلاً اسمه الأصيرم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فوقف النبي مبتسماً كأن الشمس تجري في وجهه فداه أبي وأمي فقال عمل قليلاً وربح كثيراً عمل قليلاً وربح كثيراً ولذلك أشهد الله تبارك وتعالى مثل هذه التجمعات نحتاج إليها مراراً وتكراراً ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله فنحن نشأر إلى ربنا في هذه الساعة أن يكرم أخاناً الذي فعل ذلك ولذلك فإن هذه التجمعات تستمر حية متى 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 تستمر حية متى لا ينفصم عراها متى متى إذا كانت هذه الجماعة كلها إن شاء الله تعالى يا جاسدي ربطت حياتها بهذا الدين بالله الحي الأخوة في الله المحبة في الله هذه النعمة التي كدنا نفقدها فصارت الأخوة اليوم أخوة مصلحة الإنسان لا تراه إلا حينما تدفعه المصلحة إليك يغيب عن الرجل دهراً ولا أراه حينما يكون طيباً مباركاً ولا تسمع عنه فأفاجأ يطرق الباب فأخرج فأبتسم فيقول جئتك لأراك في الله ومباشرة يقول جئت كيتا وكيتا 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 فيسقط في يدي فأقول سبحان الله لحد الآن لم أرى أحداً يأتي فقط لله ويذهب لله قلت كم هذه النعمة قليل جداً وصدق النبي حينما قال ثلاثة تقل عند الساعة أخو الناصح يصبح عملة نادرة أخو في الله والثاني سنة متبعة فتكثر البداء والثالثة درحم حلال لأن الحرام يكثر فتصبح هذه الثلاث من العمولات النادرة الأرصد عملة صعبة أخ في الله في الله ناصح وسنة متبعة ودينار حلال درحم حلال ولذلك لتستمر هذه الأخوة لابد أن نضع إن شاء الله تعالى سبل استمرارها موضع موضع الفهم والوضوح والتنفيذ وأشارككم هذه الليلة إن شاء الله لي بإذن الله وإحنا على شهر رمضان وإخوة قيامة إن شاء الله تعالى فأقول مصداق استمرار الأخوة في الله بيننا لها دلالات عملية ومؤشرات واضحة لا يراها الناس منها من لا ترى ولكن ترى أفرها ومنها من ترى أما التي ترى فالأولى وهي سلامة الصدر على إخوانك سلامة الصدر على الإخوة فلتكن هذه غاية سيأتيك الناس في الانتخابات حينما توزع الغنائم ويكثر الأعناق المشرئبة قد رأينا أن حزبكم حينما تنتيه إن شاء الله تعالى هذه المناسبات يخرج علينا الواحد فيذهب مع حزب ذو مشروع تهديمي أقل ما يقال عنه أنه عياذا بالله يريد أن يرهن مستقبل البلاد إلى علمانية بغيظة مقيتة فوجب على أبناء الصف أن لا يعينوا سعاة البريد الذين يعملون في مشروع الشياطين فتفرق رسائل الكراهية بين الناس أوقفهم أخوناك ذا دا أوقفهم أوقفهم جاء رجل إلى ميمون بن مهران فتحدث بسوء عن أخ في الله فقال لا يا رجل أغزوت الروم قال لا قال أغزوت الفرص قال لا قال أغزوت الترك قال لا قال سبحان الله سلم منك الروم والفرص والترك ولم يسلم منك أخوك يا الله فقال أنت أحد اثنين إما أنك صادق فأنت نمى ولا ادخل الجنة نمى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين من ناع للخير معتد نذيب عتل بعد ذلك زنين وإما أن تكون كاذبا فقد رميت أخاك بالبهتان والله تعالى يقول والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إذن أنت واحد من اثنين فاختر أيهما أنت نمام نمام أو أنك عياذا بالله انشاء الله كذاب مغتاب ترمي الناس بالبهتان ومن أشاع عن أخيه للناس شيئا يشينه في أخلاقه أو أمانته يقصد ذلك إلا أذابه الله في النار كما يذيب الملح في الماء أنت تريد أن تشين أخاك لأن المصلحة أعمدك ولأن أسلوب النقد والنصح الذي بدأ يغيم صار يستثقله كثير من الناس ولا يصبرون لكي يستمعوا وكثيرا ما يعتارضوا سبيل الذي يريد أن ينصح فيدخلون إلى نوايا أنت تريد أنت تريد أنت هذه أنت تريد أنت ما تشتعى عن قلوب الناس تريد الله هو الذي يعلم ما أريد من وراء ذلك ولكن التزم بالظواهر هذه اللولة ولذلك فسلامة الصدر هو واجبنا جميعا ليستمر العمل هو واجبنا جميعا مجموعة الآليات لدينا الوقت نقولها إن شاء الله تبارك وتعالى اللي تعاوننا باش تكون السلامة على الصدر بزيال سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم الله الله أفش السلام بينكم هذه واحدة كما سأل الكثيرة كان عمر يقول إن من ودك لأخيك أن تناديه بأحب الأسمان وأن تفسح له في المجلس وأن تستر عيبة وأن لا تفشي شرة هذا ديب تخيل معي حينما تنتقل الغيبة إلى الصف الإسلامي تخيل معي حينما يصير علماء بلحة طويلة بضاعتهم أن ينتقسوا من علماء لا يتفقون معهم في أمور هذي حياته هل هذا من السنة هل هذا عمل السلم ماذا تقدم لهذا الدين عندك أنت الوقت باش تبقى أن عماز تبقى أن تشوف العيوب أنت عن الناس والله الذي لا إلى غيره واقسمه غير حانث لو أنك انكببت على معالجة أخطائك لقضيت العمر كله ولم انتهيت من معالجة نفسك فأين هو الوقت الذي تلتفت فيه إلى عيوب الناس ما هذه اللي أولى سلامة الصبر هو مشروع نسميه مشروع ديروا كل المرة في الحركة ديروا إن شاء الله تبارك وتعالى ديروا واحد شهر والله ديروا إن شاء الله كنت أشحال ديروا أنت الصلاة وكذا ديروا هذا المرة واسموه ديروا مشروع إن شاء الله انتع ده كيفية تحقيق بإذن الله سلامة الصبر ويجبوا الانشاء لآليات ويكون ذلك شي عاملي اللولة والثانية لا إلهي الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجماعة التي تدعو إلى الله لتستمر مع سلامة الصبر ينبغي أيضا أن تسود بين أفراد الجماعة أخلاق الجمع لا أخلاق التفريق هذا فقه فقه التجميع لا فقه التفريق ونجمل إن شاء الله تعالي الأخلاق ما يتعلق بأخلاق اللسان وما يتعلق بأخلاق الجوارح أما أخلاق اللسان فقد قال تعالى في كتابه وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا الكلمة الطيبة صدق الكلمة الطيبة وسط صدق وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ لَاشِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُزِي بينهم بينهم يدخلون الشيطان بينهم فوقش يدخلون الشيطان بينهم حينما يخيرون بين الكلمة الحسنة والأحسن فيختارون الحسنة فإذا اختاروا الحسنة وتركوا الأحسن قد خلوا الشيطان فكيف إذا اختاروا السيئة صدق ربي يقول لك إذا اخترت غير حسن وتركت الأحسن فقد تركت الفرصة للشيطان لكي ينزغ بينهم لأنه يؤولها في أذن السامع تأويلاً مغرضاً لتحقيق مشروعه ومشروع الشيطان تعرفوا اسمه إنما يريد الشيطان أن يوكع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدقهم عن ذكر الله وعن الصلاة فجمع دائماً البغضاء والتفريق قال رسول الله في الحديث الصحيح يرسل الشيطان سرايا يبعث سرايا عنده عرش على الماء فيبعث سرايا فإذا بهؤلاء السرايا يقومون طيلة اليوم بإضلال الناس وفي المساء يأتون بتقارير يتلونها على ربهم الشيطان فيقول رحادهم لقد جهدت نفسي حتى كذب قال ما صنعت شيئاً سيستغفر الله يقول لقد جهدت نفسي حتى سرق قال سيرد المال حتماً ما صنعت شيئاً فلما يقول الشيطان لربه الشيطان الأكبر يقول له لقد جهدت نفسي حتى طلق زوجته يقول أنت أنت فيدنيه ويأتي الماريشال سيرد الشياطي فيقول وَأَنَا أَجْهَدُ نَفْسِي حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْحَرَكَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَصَارَ بَعْضُهُمْ يَأْكُلُ لَحْمَ بَعْثُ وَقَدْ كَفَيْنَا أَعْدَاءَنَا شَرَّ مُوَاجَهَتِي مُوَاجَهَتِي وَنِحْنُ هُونَ يقول لك الأخ نتعك بالحركة لا يمكن أن يجري أن يجرى هذا الخير على يدك أنا أعترد بأن هذا خير لكن لا أريد هذا الخير أن يجرى على يدك لأنني أراك منافساً وليس عوناً على هذا المشروع يا سعادة أعداء المشروع بهذا النوع من التفكير ولذلك أقول إن شاء الله تبارك وتعالف المسألة مقترح الثاني أن الإخوان دي لهذه الحركة يديروا في المشروع انتاحهم أنهم يلتقوا مع أبناء وقادة الحركات الأخرى فيقولون إن العلمانيين مجتمعون متحدون تفرق بينهم المصالح لكن حينما يكون الأمر يتعلق بمشروعنا الإسلامي يجتمعون ويتوحدون فكيف نجد إنساناً يسارياً والآخر يعني لبرالي علمانياً ويجمعهم حزب واحد ماتت الإيديولوجية كانوا فقط يكذبون علينا فكيف يجتمعون الإخوان أبناء الحركات الإسلامية بعضهم يضرب رقابة بعض ولم يجتمعون يا أخي نحن لا نتوحد وليس مطلوباً مننا شرعاً ولكن مطلوب مننا بإذن الله تعالى إذا لم نستطع أن نتعاون ونتشارك ألا نكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة كاثر إذا نحن فينا هذا الدهو إذا كان مسألة نتعى الكلاب والمسألة الثانية في العلاقات والأخلاق نتعى المجتمع وهي شارسها لها واسموها حسن الخلق وليك حسن الخلق يعني في الحلق واسموها حاجة مهمة في حزن اللي كتحافظ على المجتمعات والتجمعات التي تعيشوا الإسلام مع الكلام المزيان واسموها أخر واسموها أخر واسموها أخر الله تعالى قالها في القرآن يا أيها الذين آمنوا من يرتدي منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون الصفر أذلة على المؤمن الطواضر يا أخي أعزة على الكافرين هذا قلب المؤمن قلب المؤمن هو الذي يحدد الموقف أذلة على المؤمن واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قيلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاخفض جناحك لأخي سيد النبي كان يقول سيدنا أبو موسى ومعاذ حينما أرسلهم إلى يمن قال يسيرا ولا تعسيرا بشيرا ولا تنفيرا تطاوعا لا تختلفا أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم مفرزة لتعييد جيش كانت احتق يالك أمير الأمة أبو عبيدة عمير بن جراه فقال لي عمرو بن العاص وكان زين أسلم حديثا واللي أول مرة داروا على أمير لأنك يسلم الوحيد اللي مباشرة من يسلم داروا نبي صلى الله عليه وسلم أمير هو عمرو بن العاص قال له ستلحق بهذه مجموعة على رأسها أبو عبيدة إما أن تطيعه وإما أن يطيعك مباشر يقول له الأمير هو أبو عبيدة مباشر يقول له أنت يارك الأمير دخل الله يربيهم شو كي غد يديره فقال له سيدنا عمر السلام عليكم جئتك سندا من رسول الله أنا أمير هذه وأنت أمير ولكن قال لنا إما أن تطيعني وأنا الأمير وإما أن أطيعك فقال أبو عبيدة أطيعني إذا قال لا أطيعني أنت قال أطعتك قال عمر ويحك أسلم بالأمس وتطيعه قال اسكت يا عمر نحن لا نجتمع على الدنيا الرئاسة والمناصب كلها تفنى ولا خير في مناصب لا تكون لله لا تكتسب المناصب قيمتها إلا إذا كانت لله وخدمة عباد الله حينما أرسل عمر رضي الله عنه الملهم في معركة الميرموك الفاصلة بين المسلمين والروم مات أبو بكر والمعركة لازلت لم تنتهي فبويع عمر الخطار فأرسل أول عمل أيها أرسل أبو عبيدة أرسل أبو عبيدة رضي الله عنه لكي يكون الأمير والقائد الأعلى للجيوش وكانها حينها قائدها خالي أبو بكر جعل القائد وخالي فأخذ الرسالة فلما وصل لم يعطيها لخالي قاتلك جندي بسيط فلما انتصر المسلمون بأدب بأدب جاء أبو عبيدة أمين الأمة فأعطاه كتاب عمر يعزل فيه خالدا وينصب سيدنا أبو عبيد قال سبحان الله لم تنفذ أمر أمير المؤمنين كان عليك أن تأتيني أول خطوة وصلت باش نعمس دي نفذ قال له يا سيدي احنا مش يعني الدنيا اللي راح نتكالبه ونجري احنا على الله خيره والسلام فبكى خالد وبكى أبو عبيدة فقال أبو عبيدة على رسلك يا خالد سمعت من رسول الله والعهد به قريب يقول خالد سيف الله المسلوم قال على رسلك يا أبو عبيدة سمعت رسول الله يقول إن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة إذن الأخلاق أخلاق الإسلام ولا أسمحتوني شاء الله تبارك وتعالى فالنقطة الثانية أنت الأخلاق داخل التجمعات الكلام الكلام الطيب والأخلاق اللي هو التواضع إن شاء الله سعالى وددت لو أن الإنسان بكيانه كله يساهم في ترشيد التجمعات الإسلامية لكي تقوم بدورها كما يحب الله ولذلك أنا أجمعتها فأربعة أصوار قلت الإنسان عقل ولسان وقلب وبدن وأخلاق فقلت يعينون على ترشيد التجمعات لتستمر في الدعوة إلى الله أن نستعمل هذه الخمس استعمالات تخدمه هذا المقصد نبدأ بالعقل العقل باش يساهم فهش شي يخصشوش تعال أخلاق في علاقة العقل مع الله وفي علاقة العقل مع عبادي الله العقل مع صدر بسفحانه عز وجل دائما زيدة سيدة يتفكر في آيات الله المبثوثة في الكون والمقرؤة فيه بين دفتي المصحف مكي عقلك إلا كان عقلك عامر ما غديش تكون تهتم بالسفاسف قال أحدهم استمعت وحد العلماء قالوا لو أنت الشيطان زعما ما كي يجي لك قال له أنا ما مذكورش قاعد عندي ما عنديش الوقت للشيطان أنا من لي صبح من لي صلي الصباح وأنا في طاعة طلة في العلم وزدريسلة ما عنديش أنا ما عنديش أنا ما مذكورش عندي الشيطان عندي من يمشي في علاقة هذا العقل مع الناس أن تفكر فيما ينفع الناس هذه العقول التي قدمت استقالها عند الأمة تفكر في حل الأزمات في كل شيء المجالات الحمد لله اللسان في علاقته مع الله كثرة ذكره في علاقته مع الناس زيدا إصداء النصر لله تعالى سبحانه وتعالى الجرب في علاقته مع الله استحضار الله وعدم نسيانه لا تنسى الله دخل سعد بن أبي وقاص على سلمان يجود بنفسه قال عظمي يا سلمان قال اذكر الله عند همك إذا هممت واذكر الله عند قسمك إذا قسمت واذكر الله عند حكمك إذا حكمت إذا في السياسة في المسائل الاجتماعية وبينكم يصدربي عند الهم وفي العلاقة الاجتماعية وفي العلاقة السياسية أربي ما تنساش تمام هذا القر مع سدربي يصدح أما مع الناس يحب الخير للناس يسعى ويحب الخير للناس ويلقى أسم الله البدن في علاقة مع الله أيالين لطاعة الله ركوعا سجودا ومع الناس أن يتحمل الأذى عن إخواني يتحمل الأذى واذبقى الأخلاق بينكم يصدربي سبحانه وخلق اللي بينكم يصدربي الحياء والمحبة حياء من حتى لا يركع على معصية ومع الناس إن شاء الله تبارك وتعالى الأخلاق مع الناس إن شاء الله تبارك وتعالى وهو أن تلتمس الأعذار لإخوانك التمس الأعذار هذه النقطة الثانية صاحب إن شاء الله تعالى والنقطة الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى أن نعلم أن هذا الذي نفعله هو من أجل ديننا ومن أجلنا ومن أجلنا هلاش من أجلنا لأننا نريد أن لا نموت إذا متنا كيش لا نموت إذا متنا هناك من يموت فيموت وهناك من يموت فيحيا يعني يكتب الله له عمرا آخر من الذي يكتب الله له عمر آخر هو حينما مات زارع هذه الأرض بزراعة طيبة ودعا إلى الله وبقيت آثار أعماله الصالحة فمات بقيت الحركة متماسكة أي خير يجريه الله في الحركة يأخذها من مات وكان سببا في ذلك أي خير شو العمل الاجتماعي والعمل الجماعي كم هو مثمر كم هو مضاعف الأجر هذا يسمى العمر الثاني تريد أن يبقى لك بعد الموت أجر ورصيل قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم واجعل لي لسان صدق صدق في الآخرين عاد واجعلني من ورثة جنة النعيم جعلني لسان صدق في الآخرين أي ستذكر بلسان الصدق صدق وإذا ذكرت بذلك هنيئا لك وإذا لم تذكر بذلك فلا ينبغي أن تذكر في مقابل ذلك وإذنك يقول لك العلماء والعارفين رحم الله عبدا مات فدفن ودفنت معه سيئاته لم يكن إماما في الشر والفجور حتى ولكن مقصرا كان يستر نفسه فلا يريد أن يظهر بين الناس متجرئا على حرمة الله وهذا في حد ذاته خير خير هذه ثلاث إن شاء الله تعالى يعني حسب ما فتح الله تعالى نسأل الله صحنا رجل الله من هي هذه الله يرحمها وإسسعى لها دايما نقول يعني من يموت لبين قبل بالولد من يموت لبين قبل بالولد الولد يعني صالح يدعو يدعو الأخر كنت أنا يعني الوالد في الصيف هو يصفي القمح وإنا نقل هذيك هذيك تقالي نشط طاب هذيك وغيانوية يوك نجي ومروحين قاديمش وشتربولتين مور العصر لأن مور العصر لك لك العوين يقل يوك بشي يقول لي يقول لي عبد الله الله يخليك الله يجزك بخير أنا يصافي منزج فوق ستين يعني الحمد لله راح نوصل هذا يعني ستين ما هذا أول العمور دينا ولكن الحاجة اللي كنفكر فيها وش غدتذكروني من بعد الموت يالي وتدعو لله هل ستذكروني إذا مت وتدعو لله هل إذن مني يموت الولد الباين قبل يستن الباين والولد يالو باش يدعو لكن مني يموت لك بندك ولا ولدك هم الولد كي غد يدير كي غد مات عبدالعزيز ولد عمر من عبدالعزيز من عبدالعزيز كان يعاوني قبله فسجي ووقف عمر ينظر إلى ابنه لكان يعاونه قالوا يبني وددت لو كان الأمر لي أن أكون قد ميت قبلك لكي أكون في صحيفتك لكن الله جل في علا يعرف ما يصبحون فجعلك أنت في حسنات وما أراده الله لي خير لي مما أريد الله تعالى أرادك أن يجعل في ميزان حسناتك بعضا من أبنائك وهذا شيء حاجة كبيرة وصل الله على حبيبنا محمد